السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في النص الشعري للوحدة السادسة وعنوانه الرياضة أعز الأسد أمنعها عرينا وأشجعها إذا لاقت قارينا وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين سبيلك في الحياة سبيل جد فلا تتبع سبيل الهازلين فحيي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين تبعث فيهم روحا شريفا فيلقون المتاعب باسلين إن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاففين وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين فكن فينا رياضيا قويا وكن في الأرض إنسانا منيعة وهناك نبلغ العلياء زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين هذه القصيدة هي لأشاعر عمر فروخ من مجلة الرياضة صفحة 169 نستعد للقراءة بأن نتحاور مع زبلاء وزميلات حول دور الرياضة في صناعة مجد الشعوب للرياضة للرياضة دور كبير في صناعة مجد الشعوب فكم من بلد مغمور كانت الرياضة سببا في لفت الانتباه إليه بسبب لاعب مججهد لامع أو منتخب متمرس فيه ألاحظ وأتوقع انطلاقا من البيت الرابع أتوقع أن يتحدث النص عن فوائد الرياضة للشباب كما تلاحظون هنا في البيت الرابع فحي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين في فقرة أفهم النص وأغني رصيدي أستخرج من النص مراضف المفردتين الآتيتين متين ومتكافف بالنسبة لمفرد متين فهي قوي متكافف فهي مراضفها معينا إذن متين هي قوي ومتكافف أي معينا أبحث في السؤال الثاني أبحث من النص عن ضد المفردتين الآتيتين ضاقة والجد بالنسبة لضاقة ضدها أوسع والجد ضدها الهازلين إذن سوف نكتب إذن الجد فضدها الهازلين وضاقة ضدها أوسع في السؤال الثالث أبحث في القاموس عن معنى المفردتين الهازل والرزايا بالنسبة للهازل فهو المازح أو غير الجاد ومعنى الرزايا هو المصائب في فقرة أفهم وأحلل أستخرج من النص صفات الرياضي القوي من صفات الرياضي القوي الجسم الشديد والخلق المتين والروح الشريفة فهو الإنسان المن هذه الصفات التي وردت في النص بالنسبة للسؤال الثاني أعيد قراءة النص لأستخرج منه ما يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق ما يعبر عن رغبة الشاعر في الفوز والتألق قوله أي قول الشاعر في البيت الأخير هناك نبلغ العلياء زهوا ونرفع رأسنا في الرافعين إذن هناك رغبة شديدة لبلوغ المرتبة المتألقة وفي السؤال الثالث أبين وجه الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبة رياضية جماعية فكما تلاحظون في البيت الأول فوجه الشبه بين أسود الغابة وأسود فريق لعبة رياضية جماعية هو الشجاعة والقوة الشجاعة والقوة والدفاع عن العرين عن الهدف في السؤال الرابع أذكر مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضي ورياضية مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضي ورياضية يدعوهم إلى التعاون والتكاثف من أجل دفع الخصوم والعزم على التألق والافتخار بالوطن والدفاع عنه هذا هو مضمون الدعوة التي يوجهها الشاعر لكل رياضية ورياضي إذن أفحص توقع انطلاقا من مضمون النص وفهمي له كما قلنا في توقعاتي فإن توقعت أن يتحدث النص عن فوائد الرياضة للشباب إذن انطلاقا من مضمون النص وفهمي له فتوقعي كان عن فوائد الرياضة للشباب فاهل لأنها تساعدهم على التألق وتنمي فيهم الروح القتالية والشجاع في فقرة أتذوق وأقوم في السؤال الأول ألخص فوائد الرياضة التي ذكرها الشاعر من فوائد الرياضة التي ذكرها الشاعر أنها تقوي الجسم وتحسن من مظهر الجسم وجماله أي تقويه وتحسن من مظهره تغرس في الرياضي الخلق المتين كالتعاون والتكاثب ثم أنها ترفع الرأس عند التألق والفوز هذه الفوائد وملخص الفوائد التي ذكرها الشاعر في هذا النص في السؤال الثاني أبين ما يقصد الشاعر في قوله تزودهم بأجسام شداد إذن يقصد الشاعر بتزودهم بأجسام شداد أن الرياضة لها فوائد في تقوية من تقوية الأبدان وبناء الأجسام القوية إذن تزودهم بأجسام شداد فالرياضة تقوية الأبدان وتبني الأجسام القوية وفي السؤال الثالث أعين البيت الشعري الذي أعجبني في القصيدة وأعلّل اختياري له ثم أتغنى به البيت الشعري الذي أعجبني هو سبيلك في الحياة سبيل الجد فلا تتبع سبيل الهازلين لماذا؟ لأن الجد والإجتهاد يؤدي إلى الوصول إلى الهدف أما اللهو والهزل فهو لا يفيد أي أعيد لأن الجد والإجتهاد يؤدي إلى الوصول إلى الهدف أما اللهو والهزل فهو لا يفيد نعم أتممنا الأسئلة الخاصة بهذا النص في الفكرة العامة للنص فهي الطريق الصحيح في الحياة هو الجد والهزل وذكر فوائد الرياضة للجسم والأخلاق هذه هي الفكرة العامة للنص بالنسبة للأفكار الأساسية الشجاعة والقوة من شيم أسود الرياضة الجماعية الجد والاجتهاد هو طريق الحياة الصحيح مع التنافس الشريف ثم فوائد الرياضة للجسم سوف نقوم بشرح المفردات لدينا كلمة أمنع أي أحصن يصعب التغلب عليه ولا يقتحم لا يقتحم أي أمنع ونقول سد منع أي لا يقتحم عرين هو مأوى الأسد مأوى الأسد أو مأوى الأسد قرين صاحب الهازلين أي المازحين الطامحين هم أصحاب الهمم العالية شداد معناها أقوي باسلين أي الشجعان والأبطال الرزايا هي المصائب العلياء هي الشيء المرتفع والمكانة العليا زهوا أي فخرا ورفعة نزال وهو قتال وشرح مفردة سبيل هو الطريق وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله ترجمة نانسي قنقر